استسمى حضرتكم في عرض تقديمي لكل الإجراءات اللي تم اتخاذها من الهيئة الوطنية الانتخابات استعداداً لعملية الانتخابية بس أطمع لو في أسئلة ممكن نقايد بس اللي يرغب في الأسئلة بغاية ما نشوف البرزنتيشن وبعد كده نفتح باب الأسئلة أه دي نقاط العرض أهليات التفاعل مع الهيئة التجهيزات الليجستية قواعد البيانات الانتخابية بروتوكول التعاون والاتفاقيات نمازج عمل الانتخابات الرئاسية البرامج التدريبية التواصل مع الهيئة أهليات التفاعل مع الهيئة في الموقع الرسمي الخاص بالهيئة وده تم تحديثه ومراجعة التطبيقات الإلكترونية وإدخال بعض التعديلات ليتناسب الوضع الحالي تم رفع كفاءة الموقع استخدام أكثر من 180 ألف مستخدم في الدقيقة وهي الحالات دي اللي هي الخاصة بالاستعلام حال عملية الاقتراع عشان يقدر يوصل للجنته ويعرف مقر اللجنة فين الصفحة الرسمية للهيئة دي صفحة الفيسبوك وده منصة التواصل الاجتماعي فعالة ومهمة تم تفعيلها بالفعل وتم التعاقد مع جهة تختص بإقدارة الصفحة لإمكانية التواصل وتلقي الشكاوى إن كانت موجودة ونقدر نرد عليها تم التعاقد مع جريتان الأخبار والجمهورية ودول جريتان وسائل الانتشار وفقا نصحيح القانون إن احنا بناها بتم نشر القرارات التي تستوجب القانون نشرها في جريتان وسائل الانتشار بالإضافة للجريدة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات هي هي هيئة دائمة ومستقلة بذاتها لا سلطان عليها اتشكلت طبقا للدستور للشعب وافق عليه في 2014 مع مراعاة كافة المعايير الدولية الهيئة مكونا من مجلس إدارة بيضم عشر قضاء متفرغين تماما وبيعاونهم جهاز تنفيذ مكونا من كفاءات مختلفة لها خبرة جيرة في مجال إدارة الانتخابات الهيئة مسؤولة من الألف لليها عن إدارة الاستفتاءات وكل أنواع الانتخابات في مصر وتحديدا لانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية يعني من ساعة منقول يلا انتخابات ونبتدي بدعوة الناخبين لحد إعلان النتيجة مهدي وكل ده بيحصل بدقة ونزاهة وشفافية عشان الانتخابات تتم بشكل ديمقراطي سليم يلي بالمواطن المصري سواء كالناخب أو مرشح الهيئة الوطنية للانتخابات شارك صوتك هيوصل الهيئة الوطنية للانتخابات وجاري إعداد منتف المئة أخرى هتعرض في حينه تجهزات اللوجستية وتم التعاقد على كمية الحيبريل في سوريا اللازمة لانتخابات الرئاسية 2024 مع مراعاة الشروط الصحية حرصا على المواطن دي المستلزمات اللوجستية اللازمة للعملات الانتخابية ودي طبعا أنا بطرح على الرأي العام عشان برضو لها أولويات يعني الأقفال الباليستيكية والسنديق الخاصة بالاقتراع والختم الخاص برئيس اللجنة والحقيبة اللي بيتم وضع كافة أوراق العملات الانتخابية والسواتر أثناء الاقتراع السر المباشر تم رفع كفاءة الطبعات الخاصة بعملية التأييدات عشان يتم السهولة واليسر وتتمعهمها بكافة الأحبار السكنارات دي خاصة بعملية ما يتم تقديم أوراق الترشح من ضمنها التأييدات فبيتم فحصها ومراجعة إذا كان فيه تأييد فيه أي أخطاء تم تكراره وفيه تزوير واقع عليه بيتم فحص هذا بالسكنارات وتم رفع كفاءة دي أوراق العملية الانتخابية قدر المستع بالإضافة للتأييدات والطباعة تم تجهيز مكان لتلقى أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات ده نزلنا تم تكليف الإدارة عامة لشرطة الانتخابات ومحاكم الابتدائية وأبنية تعليمية وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية وهما في حوالي عشر تلاف خمسة وتمانين مركز انتخابي قواعد البيانات الانتخابية طبعا للعلم قاعدة البيانات الانتخابية هي ملك للهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تحدثها كل فترة وتتم تحدثها من الأحوال المدنية ووزارة الصحة كل من لديه بيانات تتعلق بالمواطنين نحاول نتواصل وناخد عشان نحدثها أول بأول وتم تحديث فعلا قاعدة البيانات وبنبسها أول بأول على موقع الهيئة وكل من بلغت 18 سنة لحق التصويت دي برامج إدارة قواعد بيانات المشرفين على البيانات الانتخابية تلهاء الوطنية للانتخابات تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري وده حاجة كويسة نظرا لانتشار مكاتب البريد ووسائل الانتقال وسرعة وصول سيارات البريد لأماكن المقارات الخاصة بمكاتب الشهر العقاري لنقل اللوجستيات المتعلقة بها البرتوكول تم مع عزارة التضامة الاجتماعي والمجلس القومي لزوئي الأعاقة هو من الحاجات اللي أنا شخصيا سعيد بيها لأن أنا عرفت أن في حاجة في حاجة التضامن الاجتماعي اللي هو الرائدات الريفيات الرائدات الريفيات هم حوالي 15 ألف رائدة ريفية موجودة على مستوى الجمهورية كل رائدة ريفية يعني بحوزتها 400 أسرة إحنا المستهدف بتاعنا بتوعية وتسقيف المواطن فهنستغل بالبرتوكول ده نوصل للبيوت عن طريق الرائدات وبنعمل دلوقتي تدريب مدرب عشان ندرب الرائدات على دور المواطن في مباشر الحقوق السياسية والمستهدف مش المواطن البالغ أنا بستهدف الطفل اللي هيكبر هو ده دوري إن أنا وعي ووصله عشان لما يطلع 18 سنة يبقى فاهم حقوق السياسية ومباشرة المجلس القومي لزوي الإعاقة برضو بيمدنا بالمعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعي عشان نقدر نوصل لزوي الإعاقة ونوفر لهم الأماكن المناسبة والإتاحة في مباشرة حهم السياسية دلوقتي تم برضو مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة وافق على أن يتم البنك الأهلي وبنك مصر محددين وفقاً للقانون يجب تحديد البنوك للمرشحين إداع حسابتهم الخاصة بالحملة الانتخابية عشان نقدر نتبحها ونرأي بها ونعرف مصادر التمويل ومصادر الصرف دون سرية حسابات إن ده وفقاً للقانون فتم تحديد البنك الأهلي المصري وبنك مصر نمزج عمل الانتخابات الرئاسية وقبل ما أبدأ هو طبعاً ده مجهود زميلي في أعضاء الجهاز التنفيذي اللي أنا بشرف معاهم بالعمل ويعني ده صورة تسوسيقية للجروب بتاع العمل اللي أنا يعني بشرف بوجودهم معايا أو أنا وجودي معاهم البرامج التدريبية تعمل أعوات خط التدريبية شاملة لكافة المشاركين العملية الانتخابية والجدد في هذه العملية من حيث أعضاء الهيئات والجهات القضائية المنضمين حديثاً أو الموظفين الجهاز الإداري الذي لم يسبق لهم المشاركة بيتم أعداد الدورة التدريبية لتعرفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل اللجاني طرق التواصل مع الهيئة ودي برضو لها شقين الشق الأولاني هو تكنولوجي خاص بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية والبريد الإلكتروني ده طوال العام ودون وجود استفتاءات أو استحقاقات انتخابية أما في حالة الاستحقاق الانتخابي أو وجود أي نوع من أنواع الانتخابات بيتم تفعيل 141-51-51 وذلك لتأثير وصول الناخب للجنته عبر التواصل مع الخمس طرق بشكر حضراتكم جداً